اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السيرة النبوية وقضايا الأمة نتناول فيها عددا من القضايا من زوايا مختلفة زوايا عقائدية ومن زوايا الأحكام والمقاصد وفقه الميزان وننزلها على قضايا الأمة وسنناول في حلقتنا هذه مواقف من خلال رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد عشر سنين من العناء ومن المواجهة ومن الصبر والمصابرة ومن الإيذاء الشديد له عليه الصلاة والسلام في نفسه في دينه في أصحابه في عرضه قرر عليه الصلاة والسلام في ثلاث لثلاث بقينا من شوال من السنة العاشرة من البعثة أن يتوجه إلى مكان آخر أن يجرب وأن ينوع وقد كان ينوع عليه الصلاة والسلام ويلتقي بالقبائل في المواسم وكان يزور قبيلة قبيلة فقد ما ترك وسيلة عليه الصلاة والسلام ولكن كان له أمل أن يستجيب أهل الطائف فذهب إلى أهل الطائف وأقام فيهم عشرة أيام كما يقول أهل السير ما ترك رأسا إلا وزارة ولكنهم بدلا من أن يدعوه وشأنه أو لا يؤذوه أو يتركوه يرجع أغروا سفهاءهم وأمروهم أن يلاحقوه بالحجارة هذا الموقف الشديد والمؤلم على النبي عليه الصلاة والسلام أولا النخوة العربية والعادات العربية والعادات الجاهلية من إكرام الضيف والغريب ولكنه يدلك على البعد العقدي الشيطاني الواء الذي يقف أمام الدعمة فإنه تختفي هذه الأمور تختفي العادات والتقاليد وتختفي النخوة وتظهر العداء النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مسافة كما يقول أهل السيار خمسة أميال وصل إلى مكان بعد أن رجموه بالحجارة ومعه مولاه زيد بن حارثة وصل إلى بالقرب المزرعة يملكها شيبة وعتبة ابناء ربيعة فكأن الإنسانية تحركت في قلوبهما فأمر عداسا أن يعطيه قطفا من العنب فأعطاه عداس فقال النبي بسم الله هذه الكلمة التي غيرت مستقبل عداس كلمة بسم الله هذه الكلمة التي أوقفتني يا إخوة كلمة واحدة تغير مستقبل شخص موقف واحد تغير مستقبل شخص فسأل عداس ما هذه الكلمة التي لم أسمعها فقال من أين أنت فقال من نينوى فقال من بلادي أو قرية أو بلدة أخي يونس قال وما أدرك بيونس قال هو نبي وأنا نبي فأسلم عداس وأكب على النبي عليه الصلاة والسلام يقبله كلمة واحدة قد تغير بها مستقبل شخص موقف واحد قد تغير به مستقبل شخص فلذلك لا تحقر الموقف وقد حصل لموقف واقع قبل السنين شبيه بهذا وقد قلت كلمة وأنا أشتري كوبا من القهوة فقلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا فالعاملة التي في تلك البوفية سألتني وهي أجنبية ما هذه الكلمات التي سمعتها فشرحت لها وكنت في مكتبة وهذه البوفية هي تابعة لمكتبة فمكتبة ضخمة جدا فذهبت إلى الدور الأعلى من المكتبة أبحث عن كتاب للتعريف بالإسلام لتعرف قال تريد أن أتعرف بالإسلام لهذه الأجنبية بالإنجليزية ومن الموافقات العجيبة أن سمعتني امرأة أسترالية مسلمة وهي تتكلم العربية وأصلها عربي وقالت سمعتك تبحث عن كتاب في التعريف بالإسلام فماذا تريد قلت لها في امرأة في البوفي تريد أن تتعرف على الإسلام فقالت عندي خبرة فيها دلني فدللتها عليها فذهبت تحاورها وتناقشها وبعد أسبوع تتصلي أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة البسيطة بالصلاة عن نبي صلى الله عليه وسلم فإذن الموقف يا إخوة لا نستهين بالموقف فأنت قدوة في قولك وفي فعلك وفي أخلاقك وفي أعمالك قد تصلي في المطار أمام الناس فتغير قد تدعو دعاء السفر في الطائرة ويروك تبتهد إلى الله سبحانه وتعالى ويروك تذكر الله عز وجل فتوصل رسائل للغير أنت لا تشعر بها وقد تزرع أثراً في غيرك وتغير طريقة تفكيره وتغير مستقبله ويهديه لله سبحانه وتعالى بسبب هذا الموقف الذي رآه منك أكتفي بهذا وأترك المجال لمشائخي الكرام بدءاً بفضيلة شيخنا علي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله كان همه الأساسي هو هداية الناس والقرآن الكريم أيضاً أهم مقصد من مقاصد القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذه الهداية هي المقصد الأسمى والأسنى والأعظم لجميع الرسالات السماوية ولكن كيف توصل هذه الهداية إلى الغير هنا لا بد من البحث عن الوسائل التي تكون مؤثرة في هؤلاء الأشخاص وقد استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في هدايته وفي سعيه لأن يصل الناس إلى مرحلة الهداية وإلى مرحلة الدخول في الإسلام بكل الوسائل وبخاصة في العصر المكي العصر المكي 13 عاما كلها دعوة لن يستفيها لا سيف ولا أي استعمال للقوة استعمال لكل الوسائل الناعمة الوسائل المؤثرة الوسائل القلبية الوسائل الإنسانية كل هذه الوسائل استعمالها الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة واليوم تشمل الإعلام سمه الله سبحانه وتعالى بالجهاد الكبير فقال سبحانه وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني هنا الجهاد لا شك لأنه هذه آية مكية من أوائل ما نزلت أيضا وتأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خلاله الصحابة الكرام وأمته كذلك تأمرهم هذه الآية الكريمة أو يأمرهم رب العالمين بهذا الجهاد جهاد الدعوة جهاد الإعلام الجهاد المؤثر في القلوب فلذلك كانت وسائل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الهداية كل هذه الأنواع التي كانت مؤثرة في قلوب الناس ومن هنا أسلم الكثيرون والذين أسلموا عن طريق الدعوة هم خيار الأمة السابقون الأولون وهذا دليل على أن الذين يدخلون في الإسلام عن طريق الدعوة أكثر قوة وأكثر رسوخا وأكثر ثباتا وأكثر استقرارا من غيرهم وهم الجيل الأول والرعيل الأول ولذلك لما دخل الإيمان عن طريق القناعة وعن طريق المحبة بين هؤلاء صبروا وصمدوا على كل ما أصبوا بل لم يتأثروا بل لم يحسوا بهذه الآلام التي أصابتهم ومن هنا نحن اليوم ما أحوجنا إلى العودة إلى هذه الدعوة الشاملة الدعوة المؤثرة التي حقيقة نستعمل فيها جميع أدوات التأثير اليوم سوشال ميديا وسائل الإعلام كل وسائل الإعلام لها مهمة كثير من الناس حقيقة دخلوا في الإسلام والحمد لله رب العالمين عن طريق وسائل الإعلام عن طريق كلمة قالها شخص مثل ما قال فضيلة الشيخ فضل موقف يعني أثر فيه إنني أذكر ما دمنا نحن بصدد بعض الأمثلة أنا حقيقة جلست مع أستاذ الجارودي كثيرا ودعوته إلى بيتي وسألته كيف أسلمت قال أنا أبوح لك بسر غريب قلت تفضل قال أنا أسلمت على يدي جندي جزائري قلت سبحان الله هذا الفيلسوف العظيم يسلم على يدي جندي جزائري قال أي والله قال نحن كنا ضباط احتياط كنا خريجي الكلية وفي الجيش الفرنسي وأسرنا ونحن كنا سبعة كلنا ضباط احتياط كنا في فرقة واحدة الألمان في ذلك كانوا شياطين هذا كلامه قال وجدوا داخل الجيش بعض الجنود الجزائريين ويعلمون بأن الجزائريين لهم حقد شديد على الفرنسيين باعتبار أنهم يحتلوهم وقتلوا منهم وقتلوا قال جابوا لنا قال جابوا لأخ واحد جزائري جندي قال دول السبعة من نصيبك لكن الذي أرجوك تأخذ حقك منهم وتقطعهم قطعة قطعة إربا إربا قال والله إحنا في أن خفنا أخذنا وشدنا الرجل واستأذن الضابط الألماني قال أنا لا حتى يعني أخلو لهم يعني أبقى معهم فترة اسمح لي خارج المعسكر قالي نعم قال أخذنا وجرنا إلى شوي بعيد في الوادي قال صعد حجرا فوق حجر قال يا جماعة أنا مسلم وأعقيدتي لا تتحمل ولا تقبل مني أن أقتلكم أنتم بريؤون ما ذنبكم حتى لو آباؤكم وأجدادكم ظلمون أنتم ما ظلمتمون فلذلك أنا أطلق صراحكم ولكن أناشدكم الله وأناشدكم بكل شيء أن تحاولوا أن تختفوا حتى لا يظهر أحد منكم لو واحد منكم ظهر أنا الذي وقطع إربا إربا جارودي يقول والله يا شيح علي أربعة عشر عاما هذا الكلام من هذا الجندي هذا الجندي العظيم الذي يضحي بحياته في سبيل مبدئه وهو هذا الشكل وهو على حجر ويخاطبنا ثم يطلق صراحنا ثم يطلق الطلقات فوق رؤوسنا كانوا يقتلنا قال والله كان دفعني إلى أن أدرس الإسلام ودخلت الإسلام ولذلك أنا الآن في صلاتي وفي سجودي أدعو لهذا الجندي الذي تسبب في هدايتي بارك الله فيك شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولنا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لها خصائص لأنه له رحلات أخرى قريبة من مكة ولكنه كان قد تربى في هذه الأرض رضيعا في بني سعد وفي بادية الطائف وكانت الطائف تعد مع مكة بالقريتين أو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم مكة والطائف وكان ثقيف بينهم وبين قريش كثير من المداخل النسبية والخؤولات فثقيف بن المنبه بن قيس عيلان بن الناس بن مضرأ وقريش جدهم إلياس بن مضرأ ولكن الخؤولات كثيرة جدا مترابطة ما بينهم فقصد النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إليهم لعدة أمور منها تبليغ الرسالة وهذا فرض عليه ومنها أن ينذر عشرته الأقربين لما لهم من الاتصال بقريش ومنها أيضا استجمام وراحة عن مكة وما فيها فالطائف كان مكانا الاستجمام بالنسبة لأهل مكة فهو مرتفع فوق الجبل وبرد ومكة حر فيه الثمار وزروع ومكة واد غير ذي سرع كان أيضا بالإمكان أن يستجيب له بعض قياداتهم فيكون ذلك متنفسا لهذه الدعوة وملجأا لبعض الضعفة من المؤمنين لعله يجد لهم مكانا يرجعون إليه وكل ذلك بمشيئة الله لم يتحقق لأهل الطائف في ذلك الوقت ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائفة في العام الثامن من الهجرة بعد فتح مكة حاصرهم خمسة واربعين يوما لم يسلم منهم إلا استثوا عبد وقيل له دعوا عليهم فقال اللهم اهدث قيفا وأتني بهم مسلمين فدعوته جاءت بهم جميعا مسلمين ولم يأتوا فقط إلى مكة بل تبعوه إلى المدينة وأسلموا جميعا جميع رجالهم هنا أيضا في رجوعه كان النبي صلى الله عليه وسلم واجه أمرا جللا لأنه في خروجه من مكة هم يريدون يخرجه أصلا وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لكن عند دخوله قد تألموا ضده وأرادوا أن لا يدخلها عليهم أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في طريقة دخول مكة كيف سيدخلها وليس له من يحميه وقد مات أبو طالب ولم يبقى ذلك الأمر المتيسر الذي كان فيه اجتماع بين بني هاشمين وبني المطلب على حرف في حماية النبي صلى الله عليه وسلم فقيض الله له المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد المناف وبن نوفل كانوا ضد أبي طالب بالكلية حتى أنه قال يا أخوينا عبد شمس نوفلا وعيذكما بالله أن تحدثها حربا فالمطعم فالمطعم بن عدي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت في جواري لن يتعرض لك أحد من أهل الوادي فحماه وقيضه الله لذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا للمطعم بعد ذلك حتى أنه قال في أسرى بدرين لو أن المطعم بن عدي الحي فكلمني في هؤلاء إنتنا لأطلقتهم له هذه القصة لا بد أن يستحضرها الداعية في زماننا أن يستحضر أنه محتاج إلى أن يكون له أشرع وبسط عروق في المجتمع والسعي لإيجاد بدائل نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير السلام عليكم ورحمة الله مارك الله فيكم شيخنا رضا الشيخ نور الدين بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم أنطلق من زاوية معاصرة بناء على زاوية من زاوية السيرة هذه الزاوية هي روافد الإسلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رافد الاتصال بالناس خلوا بيني وبين الناس رافد الدبلوماسية والاتصال الخارجي عن طريق هجرة الحبشة رافد المصاهرة المقاربة الجوار وروافد أخرى كثيرة وأيضا روافد بيانية وروافد فيها العمل الخيري وفيها حتى التأسيس الدستوري كما قلنا في موضوع الدستور هذه كلها روافد من روافد الدعوة إلى الله تعالى وهي من المسالك التي يبين بها الإسلام وتصحح صوره كلما شابته شوائب الزاوية المعاصرة في هذا وكما تفضل الشيخ علي في ما يتعلق بقصة روجيغا رودي الإسلام في أوروبا مثلاً انتشر لأسباب كثيرة منها سبب يتعلق بالأسرة الأسرة المسلمة في الغرب كيف أنها تعيش في عالم غربي بأحكام إسلامية وبمودة ورحمة بين الزوجين وبتعاهد الأبناء واحترام الكبار والبر بالوالدين وبجو رمضان وجو العيد وجو العقيقة وجو اللقاء الأسري والعيشاء الجماعي والضياف والإكرام هذا أثار بعض الغربيين لماذا الأسرة المسلمة بهذا الدفء العائلي وبهذه الروح العالية في المودة والرحمة والحفيد يقبل جبين جده والزوجة والزوج كلاهما بمعاشرة بالمعروف وهدية متبادلة تسألوا هذا السؤال وكان لذلك العمل والأثر كان السبب في أن عددا منهم أسلموا وأصبحوا مسلمين الصورة الثانية هي صورة ما يعرف بسبب الأزمة المالية سنة 2008 سببها في انتشار الإسلام المالي والإسلام الثروة وإسلام المعاملات وإسلام المصارف والأجوبة الإسلامية لمشكلات ضخمة كانت سببا وكانت أيضا أثرا لهذه الأزمة المالية والغربيون بعضهم أو كلهم ليس عندي إحصائية ولكن الانطباع في ذلك الوقت أنهم تنادوا إلى صفر الفائدة وإلى 2% في الضريب صفر الفائدة هو القرض الحسن و2% ضريبة هي الزكاة وفعلا استدعوا هذه المقاربة الإسلامية المالية في معالج تلك الأزمة التي أفلست بها بنوك وتدهرت بها أوضاع مالية كثيرة الصورة الثالثة هي صورة تتعلق بالعمل الخيري في إفريقيا العمل الخيري والإغاثي وخاصة من بلاد الخليج عندما سخرت أموال وقفية وأموال زكوية وأموال صدقات وأموال عطاء بوجه عام عندما سخرت هذه الأموال لعمل خيري هو واجب على المسلمين تجاه إخوانهم المسلمين وتجاه إخوانهم في الإنسانية فكان لهذا العمل الخيري في إفريقيا على مستوى الإغاثة على مستوى الأبار المدارس الأرام الطفولة الأمراض إلى أخير كان له أثاره في دخول الكثير إلى الإسلام الصورة الرابعة أختم بها صورة التجربة الديمقراطية الحقوقية بعد الثورة العربية عندما أتيحت الحرية في الداخل العربي الإسلامي على الأقل في بعض الأقطار هذه الحرية مكنت الفاعلين السياسيين والاجتماعيين انتلاقا من المرجعية الإسلامية وصلا بالمرجعية الوطنية والإنسانية فعندما أتيحت هذه الفرصة كان لذلك أثره في أن يتعرف الناس جميعا على الأنموذج الإسلامي في إدارة الدولة في خدمة المجتمع في تعزيز الحرية والحقوق ولذلك تحارب الآن الثورات لأنها كانت البوابة للإسلام والبوابة للتنمية والبوابة لأن تستعيد الدول سيادتها وكرمتها ولكن مع ذلك فالثورة المضادة إن شاء الله تعالى إلى زوان لأنه ما بوني على باطل فهو باطل ولا يحيق المكرسي ولا بأهله بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة لما جي في موقف الطائف ما إحنا كانت عظيمة مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم والمنح التي بعدها كانت أعمى ولهذا في الطريقة أسلم الجنيا يعني في ويتصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فكان الله يقول إذا كان هؤلاء سادة البشر في الطائف فالله بقادة الجن ويأتي بهم الله ليستمعوا للقرآن يا قومنا إنا سمع ويتصرفنا إليك نفرا من الجن ليستمعون القرآن فلما حبروه قالوا أنصتوا فلما قضي يولوا إلى قومهم منذرين آمنوا يعني وهذه منحة من الله عظيمة أمة أخرى تؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبحون دعاتي لله سبحانه وتعالى يعني النقطة الثانية في حلم النبي عليه الصلاة والسلام يعني حلم النبي إذ يأتي ملك الجبال في الأنس ويقول لو شيت لا أطبقت عليه من الأخشبين فالرسول يقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ويعبده حلم ما بعد حلم هذا والحديث في لوين كان فيه ضعف اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس فيه معاني لجوء إلى الله عظيمة لسان حالة عليه الصلاة والسلام أيضا هذا في الجانب الروحي والجانب العطايا الضبانية والإصلاة والمعراج جاءت بعدها يعني كما تعرفون النقطة الأخرى الأهم السعة الصدر سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ محمد يعني إن الذين آذوه والذين كذا اللهم أهد ثقيفا وعتي بهم مسلمين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أتت بهم هذه تعطيك يعني إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم مع إيمان بالله وحرص على الرسالة هذا هو الذي أثر في الناس أثر في القبائل أثر في البشر أثر فالقوة الروحية الموصولة بالله سبحانه وتعالى في فيضها على عباد الله هي التي تؤثر في البشر في قلوبهم وفي عقولهم الخطاب المجرد من الروح الخطاب المجرد من الاتصال بالله سبحانه وتعالى الخطاب اللي ما فيش انكسار بين يدي الله عز وجل لا يؤثر كثيرا في الناس لكن اللي يؤثر في عماق النفس البشرية هو الاختداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كثير منه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في علمه وفي عبادته وفي في لكن الجانب التسكي جانب الروح جانب الأعمال القلوب وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى عظم تحتاج وقفات أوسع وأكبر في هذا المجال وهذه تظهر هذه أعمال القلوب عند النبي صلى الله عليه وسلم في المحن وتكون تفيض على رسول صلى الله عليه وسلم بشيء لا تملك نفسك إلا بالبكاء لما تمر على هذا الحدث عليه الصلاة والسلام جزاكم الله وتعالى خير صدقت شيخ نعم هذه القصة مليئة بالدروس وبالعبر وبالعضات وبالفق وبالأحكام وبالمقاصد تناولها مشايخنا من زوايا عديدة نكتفي بهذا التناول ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم الخيرات وإلى لقاء آخر في حلقة متجددة من هذا البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحو همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنص التفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر